أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا ولتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم العرض من بعدهم ذلك لمن خاف مضامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاف كل جبار عنيد من ورائه جانا ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يشيخه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليز مثل الذين كفروا بربهم أعمال كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلف السماوات والعرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقالت عفاء للذين استكبروا إن أقدنا لكم تبعا فهل أنتم مخلون فهل أنتم مخلون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدان الله لعديناكم سباك علينا جزعنا مصبرنا ما لنا من محيص وقال الشيطان لما قدي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلقتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمسرحكم وما أنتم بمسرحي إني كفرت بما أشركتمه لمن قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من قحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أسلها ثابت وقرها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة جثثت من فوق العرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويدل الله الظالمين ويقعل الله ما يشاء ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يسلونها وبئس القرار واجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمدعوا فإن مسيركم إلى النار قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينقفوا بما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال الله الذي خلق السماوات والعرض وأنزل من السماء ماء وأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر ذائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحسوها إن الإنسان لظلوهم كفار وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا البلد آملا واجلقني وبني أن نعبد الأسلام رب إنهم أغلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنهم مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي ذرع من ذبيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئلة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يسكدون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نؤذن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وعبني على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب جعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عن ما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهتعين مقنعي رؤوسهم لا يردد إليهم قرفهم وأفقدتهم أباء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أغفرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض خير الأرض والسماوات وبره لله الواحد القفار وترى المجربين يومئذ مقرنين في الأسفاد سرابيلهم من قطراد وتغشى غتوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب هذا بلاغ للناس ولينظروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر كل الألباب بسم الله الرحمن الرحيم ألف آف را تلك آيات الكتاب والقرآن مبين ترجمة نانسي قنقر